اهلا بنكيس ازايكم عملي ايه اللي كان متابعني من زمان فكر لانا لعبت لعبة اسمها افوتر لايف واللعبة دي شبه لعبة افوترورل كان اول فيديو نزلناك كان في الفيديو ده وكان دي شكل الشخصية بعدها بكم شهر ان عملوا تحديث وبقى الشكل الشخصية تطور في فيديو ده هتشوفوا النوع شكل الشخصية مختلف شوية لكن المرة دي عملوا تحديث وغيروا فيه شكل الشخصيات وكمان شكل اللعبة انا اصلا ماخدتش بالي ان هي دي اللعبة لانا كنت ملعبها من زمان يعني فكرت على لعبة مختلفة بس خلاها بقى دلوقتي نشوفها لانا بجدد فجأت جدا من شكلها او كمان سيب لكم روبوت الفيديو نفي صندوق الوصول لو انتم عايزين تشوفوا شكل اللعبة قبل التحديث ده بجدد غيرت شكلها تماما اوكي يعني ده وجهة اللعبة خلاها ندخل بقى جول اللعبة يعني بجدد شايفين شخصية تتغيرت وغيروا شكل الاماكن تقريبا مش مستقرين على شكل محدد فبس الشكل ده شكله حلو يعني فخلاها بقى نشوف العالم شكله عامل ازاي ووو شكله حلو ما فيه شغل ده بس ام تمام اخر مرة كنا شايفين العالم كده ده بقى شكله بعد ما تغير اا فخلاها نشوفوا محطين اي تقريبا فيه صالون جديد هنا وفي بيت ووو كيت قوي بالليل كده بالاضاءات حلوة اا خلاها بقى ندخل اول مكان اللي هو البيت او خلاها ندخل مكان تصميم الشخصيات الاول عايز اشوف شكل الشخصيات عامل ازاي اوكي هدخل بقى مكان تصميم الشخصيات وشايفين تحمل بتاعك كده قوي تشكلهم حلو قوي خلاها نختار اول شخصية اده حاصل ان الشخصية بقت شكله مخيف شوية ولا اي ممكن لما نغير الشعر او العين ممكن يبقى شكلها احلى فخلاها الاول عندنا 3 احجام فنختار الحجم الوسط ده تمام خلاها نسيبه زي لون البشرة زي ما هو خلانا اختار شكل العين او خلاها زي ما هو بس مش عارفة حصيت شكله مخيف كده ليه خلانا اغيره او ماشي لما غيرت اللون حصيته بقى احلى ماشي خلانا باللون ده اللي حاجيب كده شكلها حلو او دي برضو شكلها لطيف خلانا باللون البني او نشوف الاول الخدود او الحاجات الموجودة هنا يو دي كيوت خلاصة سيبه على دي خلانا بقى اختار تصريحة الشعر اختار التصريحة دي اللي هي شبه التصريحة اللي انا بعملها او كمان في لونين في الموف عاجبني اللون ده مش خلانا اختار اللون ده ويكمان حامل بقى الشعر اللي ورا وبرضو هخليه بنفس اللون كده دوقت بقى نشوف الطواقي يو طاقية دي كيوت بس لازم يفتح لنا فيديو او اعلان علشان ان يفتحونا لا بيقول برضو تعذر يعني ما نفعش فخلانا اختار طاقية تانية ممكن الطاقية دي او دي شكلون كيوت اوي هنا بقى القسم بتاع الاجناحة او الحاجات اللي تتلبس كده ورا ونشوف بقى الملابس او البلوزات اللي هنا شكلك يوتا كده وحلوة خلانا اختار البين كده او في اشكال حلوة مثلا ده او ده وشايفين في بلوزات كتير اشكالهم حلوة بس انا اختار اللي انا اخترت في الاول اللي هو البين في هنا برضو قسمة تانية كده او خانة تانية فيها بقى الياء او الحاجات اللي تتحط كده اللي هي على الرقبة فانا ممكن اختار خلاص خليها دي جباكت بقى هنا شكلها كيزا قوي شايفين الشكل ده حسيته برمضان كده لان فيه لال مشكلة محلو قوي عندنا برضو جيكة الاخضر والكوت البني حلو برضو اللون الاحمر ده خلاص خلينا نشوف البنطلون او الجيب وكده في قسمة تاني بقى برضو للهدوم يو دو كيزا قوي عايز اختار شكلة بيجامة دي شكلها حلو قوي بس دايما فيه مشكلة في اللعبة مش عارفة لكلما مفتحها منش بتتفتح بس خلاص خلينا نختار البيجامة دي شكلها حلو اخر بقى قسمة عندنا اللي هو الشوز خلينا نختار يو شايفين الشوز ده اللي هو عشكل الضفضعة حلو برضو خلاص اخترت الستايل بتاع اللابس ودلوقت بقى مفروض اضغط على الشيك دي او العلامة الصح كده شكل نهيل الشخصية خلونا بقى دلوقتي ندخل البيت ونشوف شكله عمل اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المهم آآ في هنا برضو الوضعيات وكده آآ اضغط على مسلا تخليها تعيط وهنا مسلا تكون فرحانة وهنا بقى وطع الصبا وهنا تقريبا نجعانة تمام وهنا آآ هنا بتتحك وكده نقدر كمان نفتح الستاير والتلفزيون هنا طبعا هنا الصالة هنا شبه المكان اللي في افطار على فكرة شبه الصالة كده وآآ والمكان المدفقة خياما نشوف الاوضة اوكي شكل الاوضة حالو برضو في هنا المكنزة الكهربائية تشو عارفة بتتحرك كده ليه؟ في هنا مكتب واللابتوب وفي شخص كده نايم حسنا الحاجات اللي موجودة هنا شبه الحاجات اللي موجودة في لعبة افطار يعني حسنا عندنا المكنزة وعندنا برضو الاضاءة دي اوه شبه الاضاءة اللي موجودة في لعبة افطار بجد يعني الاضاءة اللي هي كانت باللون الازرق دي لو فاكرينها خلينا نشوف كده نمسكه التليفون التليفون برضو وضعيات يعني شبه الفكرة بتاعت افطار برضو فيه الوضعيات بتاعتي النوم يعني الاربع وضعيات دول يعني اول ما يكون نايم كده نضغط عليه عشان يقوم خليني نجرب الوضعيات دي سيدي الوضعيات مش بسيشتغل ولا اي برضو حس فيه مشاكل في اللعبة دي خليني نشوف الحمام صراحة الحمام عجبني كده شكله شبه توكا بوكا يعني شوية والسجادة هي على شكل الاناناس اوه برضو في الوضعيات دي خليني نجرب مثلا يقعد في البنيو كده اوه شايفين الحركة دي تمام اوه عاشي شوف مثلا فيه وضعيات برضو للمشت اده بس هو بيستخدم المشت كده ليه يعني المفروض يسترح شعره هي الفرشة اللي حاملينها صغيرة قوي كده ليه اوه شايف اوكي كده بيغسل سنانه تمام الوضعيات دي مظبوطة اهي وبرضو البرفيوم ده لي وضعيات خليني نشوف مثلا لو فيه دور تاني او حاجة زي كده فخليني كده نروح اوه فين الشخصية بتاعتها صحيح اللي انا عملتها هنستها ولاي اوه حاطين كمان شبه الفكرة يعني مثلا هم في افطار العادية حاطين التلفون لكن هنا حاطين شكل الكوكب كده وكتبين coming soon يعني في حاجة لسه تيجي اوه في شخصيات كتير قوي هنا خليني نجيب الشخصية اللي انا عملتها اوكي دي الشخصية اللي انا عملتها الصراحة جابت نكيوتة قوي وكمان الشعر وكده عارفلنا والشعر كان بالموف والاسويت بجد كان هيبقى احلى المطبخ صراحة عجبنا التصميم قوي فخليني شوف مثلا بتجاز طبعا لما نضغط عليها طبعا بيطلع نار والفرن خليني مثلا نجيب الطاصة دي ونجرب نطبخ حاجة اوه التصمير دلها وضحيات شبهة بطار اوكي كده تايما بتطبخه او بتشوي خلينيها مثلا نحط الطاصة دي كده على النار ونشوف التلاجة اوكي تايما فيها شغل الماكارونة اوكي لا في بيط هنا نحط بقى كده ونجرب نقليه ملقيت التوست ده فينا بقى مكان للاطباق والبهارات ماشي كده شوفنا المطبخ خليني بقى نشوف الحديقة الموجودة هنا في مكان هنا نزرع فيه خليني نجيب الوردة دي ونحطها هنا تمام وخليني بقى نزرع اوكي مفروض بقى يطلعنا هنا وردة حمرة عايزي بقى شوف شكلها يكون عامل ازاي اوكي دي شكل الوردة حلو قوي بس وهنا بقى الكورة بس دي شكل الحديقة خليني بقى دلوقتي نطلع الدوري التاني ونشوف شكله عامل ازاي ده طبعا هيكون شكل القوض القوضة بقى كده فاكرين شكلها القديم كان شكلها مختلف شوية او قريب من شكلها شوية يعني كان فكرة برضو الدولاب كان موجودة هنا في المكتب هنا اوه خليني نشوف الدولاب وحطين معلقين الهدوم والفساتين اوه حطيني الطاقية دي حلو قوي تمام وهنا بقى مكان الشوز قوضة فيه مكتب برضو تاني للجيمينج تقريبا هيكون فيه شخصين قاعدين هنا في القوضة وهنا رينج لايت والستطارة دي طبعا متتفتح هم حطين زيني سرمضان هنا ولا ايه هنا مكتب للدراسة وهنا بقى مكتب للجيمينج نقدر بقى نقعد هنا ونفتح المايكروفون ونلبس السماعات ونلعب وفيه شخص نايم هنا فوق اطلع بره خلينا لنما احنا في السرير وبقى فيه هنا كرسي اخر حاجة وفيه بقى هنا استطارة بس بس كده شفنا الجولة في البيت اكتبوله بقى في التعليقات ايه رأيكو في شكل البيت حلوة ولا لأ خلونا بقى دلوقتي ندخل المدرسة وطاعة المدرسة برضو متفتحتش مكتوب كامينج سون يعني لسه برضو هتتفتح خلينا بقى نشوف الصالون لانه شكله اصلا مفتوح جديد اللي مكتوب عليه نيوب كده خلينا بقى نشوف الصالون الشعب اه حبيت شكلها تمام خلينا نجيب الشخصية بتاعتي اوكي للكشيف برضو ثلاث وضعيات مثلا عندنا هكده هو بيشتغل او الوضعيات التانية لو سن يرحب بينا تمام خلينا بقى ندخل ونشوف ام اوكي هنا عندنا مكان الاستراحة وهنا كده برضو مكان في محطوط كافي او قهوة يعني وكده او فوق كده هتلاقوا الصبغات خلينا نصبح شعرنا او صبغة شعر كده باللون الاخضر وفينا صبغة تانية باللون الاحمر اوكي صبغة كده اوي ثم خلينا نجرب possono يجرب اللون ده فهي برضو اللون الكمك بالاخضر اوه يحيل Bolt ده اوكي ثم هانة بقى التسريحات او المكان بقى اللي نغير منه التسريحات عندنا تلك اللي لا أشجدنا تسريحة الشاي الخلينا نجرب اذا لنا عملت تسريحة ولد كده كده خلينا نغير التسريحه كده انا حص become real في تسريحات كتيرة خلينا نختار اوه منشي ديينه شكلها حلو برضو خلينا نجربها اوكي اه دي عملنا التسريحة دي بتلاقوا هنا كده الركن للكتب او القراءة نتر نبسكها كده او كده هيكون له وضعيات اوكي في الوضاية دي يو كده او شايفين ويا بتفتح الكتاب كده وبتقرأ شايفين مسكها ازاي فبس كده احنا شفنا المكانين بس اللي موجودين يعني هو بس عامل المكانين الصالون والبيت بس كده شفنا كل الاماكن اكتبوا لي بقى في التعليقات ارأيكم في اللعبة وهل عجبتكم شكل اللعبة بعد ما حدسوها ولا شكلها القديم وبس كده اصلا هيت الفيديو تماما الفيديو كنا عقبكم ولا عقبكم اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة وبس كده شاكم في الفيديو جاي سلام